التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة وخلال اللقاء استعرض وزير البترول الأنشطة التنموية والاستكشافية للغاز الطبعي حيث أوضح أنه جاري تنفيذ خطة لتحفيز 45 بئر للغاز الطبعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات تبلغ نحو 1.9 مليار دولار شملت حفر عشرة أبار وتم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي 2022-2023 والتي أسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نارجز بالبحر المتوسط باحتياطات حوالي 2.5 تريليون قدم مكعب غاز